مشكلتنا نحن المسلمين ككل أخذنا من باكستان إلى أندنوسيا التي بسببها بقينا تحت الاستعمار والاستثمار لماذا هذه المشكلة؟ مشكلة المسلمين الوحيدة عدم الكفاءة إنسان لا يعرف البناء هل تسلم له بناء؟ تعالى الآن جيب مليون إنسان لا يعرفون بناء هذه الغرفة بمليونهم لا يتمكنون بناء غرفة كفاءة ما أما جيب فريد مهندس يعرف بناء الغرفة يبني لك مليون الغرفة لأن ذاك فيها كفاءة هذول المليون ما فيهم كفاءة مو بس في رؤساء الحكومات كفاءة مموجودة أبدا في الشعوب ماكو كفاءة موجودة كيف ما تكونوا يولى عليكم إذا كفاءات مموجودة في المجتمع نفس هؤلاء يصلون إلى الحكم يصبحون وزيرا يصبحون رأساء جمهوريات يصبحون سفراء يصبحون مدراء يصبحون شخصيات بارزة ما عندهم كفاءة الإنسان الذي ليس عنده كفاءة هذا لا يتمكن من إدارة الأمور وهناك إنسان عنده كفاءة في الغرب وفي الشرق ولهذا يستثمر هذا الإنسان الذي ما عنده كفاءة أحد الأصدقاء قال لي يروح إلى يابان يقول ذهبت إلى يابان أريد أشتري أحد أصدقاء التجار مواد البناء يقول ذهبت إلى شركة بناية ضخمة ومدراء في نفس الشراكة قلت كم عامل عندكم؟ قال نصف مليون عامل مو بالقوة والاختيار هذول لأن هذا الرجل الواحد عنده كفاءة وهن نصف مليون ما عندهم كفاءة